موسيقى أشرف منصاري تلميديا الثانية باكالوريا علوم الرياضية في مدينة واضيزم بالتانوية تأهلية ابن طفيل عمره 18 سنة والاهتمام جالي هو البرمجة وبالأخص برمجة الروبوتيك من صغري عزيزلية تخنديش ونقلب على الحاجة كيفشكت خدام وكذا بحوكا بقعت غادية التطور لتنفهم باكالوريا المرحلة الثانية نضغط برمجة ونفرج باكاليرونمان في الدماغي كانت قادة الروبو وقلت بحاجة التطور نطبق ثانية تجربة بسيطة وقلت بحاجة التطور وانتبق على البرمجة وتحارك من الفارش ومن بعد الوليد يبدأ الروبو في الجوطية وقلت الروبو يجب ان اخذت هذا الروبو وقد استطعت حاجة التطور ونشاء الله نزيد نطوره علش اللي هو ركيود ودوبة وغير نحاول نطوره ونزيد له الكاميرا في راسه بشي قدر يتعرف على الواحد الروبوكي تعرف على الصوص عن طريق الباسي حيث هو القلب دي اللي تعرف على الصوص اللوجيسي يسميه بيت فويسر بيت فويسر اللي بغاها بالضبط تسمع لي مزيان كنقول مثلا أنا شاحشف الميكرو دي الباسي ذلك اللوجيسيال كي يأخذ أي هاجز قيلس كيقلب عليها في الجدول اللي عاطيها ندي الأوامر يأخذ الأمر وقدموه رمز كنصيف طول الاردوين والاردوينو كاسف في الكود يلا وصلك الرمز يري هاد الحاجة وصايب حوكا غا نطبقها هز ايدك هز ايدك نزل ايدك نزل ايدك يشعل طو بحوكا تخدم القادية قبل ما نجي للمدرسة دي اللي عادي فكرة بأنها نقدر نقول أحسن مدرسة دي اللي انفورماتيك بالنسبة لي أحسن مدرسة دي اللي انفورماتيك في المغرب بالنسبة لما عطريال ديالها من بعد ما جيت لها غير زي تأكد زي كانت تصعج وتسعين راني مأكد دمام يو حد راني مأكد باللي المدرسة صراحا احسن واحدة في المغرب صراحا مهار زوين وما كراش نعوده وقع وما كراش نشو مثلا ناس بحالي سامة اللي عندهم شي طموح لشي فكرة بسيطة سامة يتصادفون هنا ويحصوا تم بلي شو واحد عطام قيمة وعدهم بلاسة قدروا يخرجوا في الطاقة ديالهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر